ما أشبه الليلة بالبارحة بالأمس كان انفجار بيروت واليوم صهريض عقار وكأن الدخان الأسود لا يود أن يفارق سماء لبنان نحن لوان رايحين طبعا مع جهنم وقال لا فيش جمع أحكيهم هل ذهبت بلاد الأرض إلى جهنم فعلا كما حضر رئيسها ميشيل عن وذلك حين سئل قبل تسعة أشهر حول احتمالية فشل تشكيل الحكومة والمبادرات السياسية لحل الأزمة الخانقة الحقيقة أن جملة ذاهبون إلى جهنم لم تكن مجرد وعيد منعون بل باتت موعدا هذا ما كشفته الأيام وأكدته التجربة فالفقر في لبنان بات صفة البطالة عمت والغلاء استشرى الاحتكار حكم والوقود فقد والضحايا هنا وهناك هذا البلد الذي كان يوما عروس الشرق وضرة الغرب يعيش اليوم حالة من الارتباك والفوضى في الأسواق من جراء قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار توقفت على إثره الشركات الموزعة للنفط عن تسليم محطات الوقود التي بدورها أغلقت أبوابها بسبب نفاذ الكمية لديها أو بهدف احتكار المخزون المتبقي وبيعه بالأسعار الجديدة قرار البنك المركزي رفع الدعم وإن كان يعني أن الأسعار ستزيد زيادة صارخة فإنه يمثل في الوقت نفسه نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر وتعد أزمة الوقود المتفاقمة جزءا من انهيار مالي أوسع في لبنان وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية إلى تقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد وبينما تأخذ هذه الأزمة لبنان إلى حلقة جديدة في مسلسل الانهيار المستمر لم يكن أمام ساكن قصر بعبدة الرئيس ميشيل عون إلا أن وجه دعوة إلى مجلس النواب للاجتماع لملاقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات وفي محاولة لمحاربة الاحتكار شن الجيش اللبناني حملات مداهمة على محطات وقود مغلقة لمنعها من تخزين الوقود والقيام بتفتيش محطات أخرى في أنحاء البلاد بهدف ضمان توزيع البنزين على المواطنين في ظل تفاقم الأزمة فهل ينجح الجيش في إنهاء أزمة الوقود بلبنان؟